وصلنا في رحلتنا لكنوز الأمثال واتفقنا أن الأمثال بتلخص ثقافة وخبرة وتجربة الأجيال مثل النهاردة هو مثل صيني ترجمته إذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكانا اللي ما بيعرفش يبتسم في وجوه الناس يستحسن ما يفتحش محل يبيع ويشتري تاني ويخسر المثل ده بيلخص لك فكرة الطاقة اللي بتمبعث من وجه الإنسان من عينيه من نظرته إزاي تبقى طاردة أو تبقى جاذبة وإزاي لما تكون طاردة هو اللي هيبقى تعيس وإزاي لما تكون جاذبة هو اللي هيلم الناس حواليه والبني آدم يعني مخلوق باحث عن الألفة والونس والعزوة النهاردة بواحد بيقول لي يا عم مش مهم الناس تبعد عني لي شخصيتي يقولوا استنى ما انت مش هتعيش مبسوط تركيبة البني آدم يحب إن هو يحب ويتحب ومن غير الحب إحنا عندنا خوف كبير كده اسمه fear of loneliness الخوف من الوحدة وده من أكتر المخاوف اللي بتقضي على نفسية البني آدم عشان كده هو بيقول له لو انت عايز تبيع وتشتري وتكسب اكسب أول حاجة إنك تبقى جذاب الناس تجيي لك ستيبين كوفي بيقول سيكون يومك مشابه تماما للتعبير المرتسم على وجهك كلمة دي عميقة قوي إنسان اللي بيستقبل يومه بوش مفرود غير اللي بيستقبل يومه باتتيود بسلوك عبوس وانا مش عايزة بقى مثالي لان في بعض الناس عندها أزمات ضخمة مش قادر يتحك أيوة دي مراحل بتعدي على الحياة لكن اللي أصبح طبعه ووشه مش جاذب للي حوالي بابتسامته الجميلة هيتحب استفناء الأزمات الضخمة اللي بتخليه الإنسان مش قادر يابتسم رغم معرفتي الناس عندها قدرة إنها تفرد ووشها وتبتسم في أشد الأزمات وهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يديك لفتة كده إيه تشبه المثل الصيني ده فاكن لما سيدنا النبي قال لك رحم اللهم رأى سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى اقتضى يعني لما يكون حد عليه ليه دين بياخد حقه وهو عمده سماحا هو بيقوله رحم الله لي لأنه رحم نفسه لما ترحم نفسك ربنا يرحمك لأن البني آدم لما يبدأ يبتسم انت عارف تبقرى في بحث في مجلة أعتقد اسمها Psychological Science كان بيتكلم أن الإنسان لو قدر يرسم ابتسامة على وشه ده بيساعد في تنظيم ضربات القلب فبيخلي الإنسان أكثر سكونا في التعامل مع الأوقات العصيبة عشان كده علمائنا ومشايخنا كانوا يعلمون كده لما يخش عليك أزمة كبيرة ركز قوي في تعبيرات وشك هتفرق جدا في سكون نفسك وأنت بتتعامل أنا مش بقول إن الواحد يضحك وسوته يعلى وهو عنده مصيبة بس واحدة واحدة ركز في ملامح وشك جدا أنت أول واحدة تستفيد الصينيين بيقولك في المثل ده إذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكانة متعاملش مع حد بتبقى قرى قصة الواحدة بتقول إن أنا ابني بيسألني أنت شو معنى بتشتري يوستفان دي من الراجل ده طوله يا ابني الراجل ده بقى لي 30 سنة بشتري منه بتشتري منه هي راحل والدتها فيواخد ابناها معاه شو معنى ماما ده مش ده عشان يا ابني من 30 سنة وأنا بشتري من الراجل ده بيودي يهزر معانا يضحك معانا يفتح لنا كده يوستفان دي دوّقنا من ساعتها وإحنا متعلقين بعم فلان ده التاني كشري كده ومنحبش نقرب منه بنخاف منه الرزق الواسع لما الإنسان يكون عنده ابتسامة يساعدك أصلا على الابتسام في الحياة عموما بقى لأن الحقيقة اللي مش بيبتسم لا يعرف يفتح دكان ولا يعرف يفتح بيت ولا يعرف كون صدقات يخليك تبقى دايما مبتسم رقم واحد أنك تبقى شايل شلتك بس ما تشلش شلت غيرك أقصد أنك أنت عليك السعي وربنا سبحانه وتعالى عليه النتيجة فما تشلش شلت الأقدار اعمل اللي عليك وسبح على ربنا هتلاقي قلبك سكن كده وهدأ وتلاقي نفسك قادر تستقبل الحياة بالنفسية مبتسمة يخليك تعرف تبتسم أنك تقبل بشرية الخلق بني أدمين بشر فيهم نقص فيهم أخطاء وعندهم عيوب وعندهم تسرع وعندهم مش معصومين فلما تبقى متفهم كده ما تبقاش دايما سخنان على الناس وعلى طول أخلاقك حادة عليهم حس بالأمان زي ما أنت عندك نقص بيطلع منه أخطاء هم كمان الـ Acceptance هذا القبول بيخلي البني أدم مشه مستريح وما تنساش حاجة من وراء المثل الصيني إذا كنت لا تستطيع الابتسام فلا تفتح دكانا ما تنساش إن سيدنا النبي قالك إن ممكن الابتسامة دي الدخلك الجنة في أعلى حتة فاكن لما النبي عليه الصلاة والسلام قالك تبسمك في وجه أخيك صدقة استنى فيه كمان حديث تاني ويبعث كل مرئ في ظل صدقته وقت يوم القيامة والشمس قريبة من الناس والدنيا حر وفيه بعض الناس غالقة في عرقها أنت في ظل صدقتك فلوس كانت أو ابتسامات أي صدقة وتبسمك شوف أنت تحكت كم دي حكا مع كل صباح الخير وكل سلام وكل واحد جاي يعتذر لك لما غلط وانت بتستقبله بالابتسام زي ما النبي كان بيعمل سيدنا جريل بن عبد الله يقول ما رآني صلى الله عليه وسلم يوما منذ أسلمت إلا تبسم وعايز أفكرك بحاجة لما النبي قال لك لا تحقرن من المعروف شيئا يعني ما تستصغرش حسنة يمكن هي اللي تخلي ويزان حسنتك يطب ويتقل فمن ثقلت موازينه فأولاك هم المفلحون فبيقول لك لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق فيالله نتمرن على رسم ابتسامة على وششنا الشغل وفي البيت الصبح وبالليل وانت راجع شايل الدنيا على كتافك أهل بيتك مستنيينك ونفسهم يبقوا لطاف معاك انت كمان معلش تعال على نفسك ورسم الابتسامة وانت راجع لو انت شاب وراجع بيتك وفيها أهلك أبوك وأمك عايزين يتطمنوا عليك يرسم الابتسامة فيبقاش ضحكك للناس اللي برا وفي البيت الواحد يبقى مكسل يبتسم وتعالوا نبدأ بخيرنا للأقربين يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فابدأ بالأقربين ودوأهم من جمال شخصيتك الصينيين في كنز النهاردة في المثل بيقولك إذا كنت لا تستطيع أن تبتسم فلا تفتح دكانا مش هتعرف تكسب ومحدش هيجيلك فكنز النهاردة بيقولك يعني إيه دوأ الناس من جمال وشك لأن وشك وهو بيدحك فعلا شكلك حلو